مرحباً جميعاً، أتمنى أنك تفضل جيداً بخش فيها ون وخلاص والله الإجابة للموضوع ده هي ولأ في نفس الوقت فتعالوا نشرح الموضوع ده عشان أجاوبك يا سيد الفاضل هل لازم تخش الإجزام؟ يعني هل لو أنت رحت قدمت ورقك في الـ وقلت لهم أنا معيش وقدت لهم بس ودرجات أكت ون هل هيقولولك لأ أنت مرفوض؟ محدش منهم هيقولك لو أنت رحت كلية زي بزنس أو كلية زي إعلام وحتى أداب وقلت لهم أنا جاي بوان بس محدش هيقولك لأ يعني فهمين الفكرة؟ ليه؟ لأنه أنت كده كده في ACT 2 أو SAT 2 أو EST 2 ما بقاش فيه SAT 2 خلاص حضرتك بتمتحن بيولوجي ممكن تبتحن ممكن تبتحن فيزيكس أنت بتختار المواد اللي هتمتحنها فأغلب المواد دي ملهاش علاقة بالكونتنت بتاع الكليات دي اللي هي الكليات زي الإعلام وزي البيزنس وزي أداب مثلا فعشان كده هل هو انك تخش الكلية؟ لا طبعا 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 حبايبنا اللي في طب وهندسة وصيدلة لا انت بالنسبة لك ده من غير ACT 2 أو EST 2 وأصلا هتتضطر تاخدهم لو مش عشان المواد بتاعتهم ف جايين له دلوقتي اللي هو لكن خلينا في حبايبنا تاني بتوع البزنس والكلية زي كده اللي هي أصلا مش محتاجة ACT 2 أو EST 2 فزي ما قلتلك هو هل هو متل الجامعة؟ لا انت هتتقبل في الجامعة عادي خلص من غيره ومع ذلك انك تخش ليه بقى؟ بصوا حبيب بالوقتي هندي عشان تبقى فاهم قصلي احنا لو قلنا انه ال EST 1 أو ACT 1 ده حوالي 60% من المارك بتاعتك about 60% والجي بي اي ده about 40% يعني انت ال 100% الكاملة معمولة من ACT 1 أو EST 1 بس وجي بي اي صح كده؟ في زيادة عليهم 15% زيادة تمام؟ اللي هم بتوع 2 بتوع ACT 2 أو بتوع EST 2 و الحزبة عشان هما في طريقتين في الحكومة بيحسبوا بيها الدرجة احيان كتيرا جدا بتعدي اصلا تلاقي مثلا كل الهاتف تطلب 121 ودي حزبة complicated شوية هنبقى نقولها بعدين لكن اشيات في الموضوع يعني انه لو احنا قلنا انه ACT 1 أو EST 1 والجي بي اي دول على بعض 100% فلو انت دخلت EST 2 أو ACT 2 وجبت اي درجة مهما كانت ده هيزودك على الاقل التوتل بتاعك أوليا هو التوتل المفروض لو انت قفلت امتحانك في EST 2 أو ACT 2 بتزيد 15% لكن لو انت دخلته وحليت اي حاجة هتزيد على الاقل يعني يقول from 7 to 10% فبدل ما حضرتك مثلا كانت درجاتك في ACT 1 والجي بي اي مع بعض كده يجيبوا لك قول يا سيدي about 80% مجرد انك دخلت EST 2 حليت مش حلت احسن حاجة حلت كويس وخلاص هتلاقي نفسك زدت بهم 10% يعني بدل ما كنت هتجيب لي 80 لقيت نفسك جبت 90% فده حاجة هتسهل عليك كتير جدا بعدين يعني اولا هتسهل عليك let's say for example وانت بتقدم على ال university دي اولا هتعلي المجموع بتاعك فلو انت بش جايب مجموع university معينة كده ممكن تجيبه ده واحد اثنين لو انت واسا بتقدم على حاجة زي ال GUC او ال universities اللي هي فيها scholarship وفيها منح فانك تجيب score اعلى بياهلك لمنحة اعلى فبيطلبوا منك فلوس اقل وطبعا حاجة في اليومين الحاليين اللي احنا فيهم كده في طبعا حاجة كويسة جدا انك يعني اضطر تدفع اقل يعني وكده فعشان الكلام اللي انا لسه قيله هل لازم تخش او اكتو لا مش لازم انت هتتقبل في كلية من غيرهم ولكن يستحسن انك انت تاخدهم ولو مرة واحدة خشها اتراها الواحدة بس من الاثناشر فرصة اللي عندك على مدار 2 years خشها مرة واحدة بس عشان مجرد انك دخلتها بيزود البرسنت بتاعك فذيرفور يعني خشها مرة واحدة عشان التنسيق فده كده اجابة الموضوع ده بشكل سريع اتمنى يا ربي انك تكونوا استفدتوا اتمنى يا ربي ان شاء الله السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة